أكدت مصر أنها لن تتوقف عن إدانة الممارسات المشينة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من بينها القصف المتعمد لمدرسة تابعة للأنروا بمخيم النصيرات وتنظيم ما يعرف بمسيرة الإعلام في القدس المحتلة هذا وقد شددت مصر على مواصلتها العمل على شركائها ومع شركائها الإقلمين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية